الإعلام وائل الإبراشي هل هو في الجنة ولا في النار ده اللي حنعرفه مع بعض في الفيديو ده فأرجو أن أنتوا تتبعوه لآخر سنة لأنه مهم جدا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين يعني متقابلين أحدهما مطيع طائع لله سبحانه وتعالى والآخر عاصي يعص الله بالليل وبالنهار وكان المطيع كلما رأى صديقه العاصي قال له أقصر ابتعد عن المعصية وفي يوم من الأيام وجده مصر على الذنب فشد عليه في الزجر وقال له أقصر فقال الآخر خلني وربي ابتعد عني سبني الربنا لم تكن علي رقيبا فقال له صاحبه والله لا يغفر الله لك أبدا والله لا يدخلك الله الجنة وهنا أمر الله سبحانه وتعالى بقبض روح الرجلين وعندما أتي للحساب أمام الله سبحانه وتعالى فقال للمطيع معاتبا إياه عتابا شديدا أكنت بيعالما أكنت على ما في يدي قادرا ثم قال للعاصي اذهب وادخل الجنة وقال للآخر اذهب وادخل النار وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي من اللي بيحلف علي ألا أدخل فلان الجنة وألا أغفر له ذنبه ثم قال الله غفرت لفلان وأحبط عملك من هنا نستفيد مع بعضنا أن ما فيش حد في الدنيا يقدر يحكم على فلان أن يدخل الجنة أو فلان يدخل النار مدام فلان دا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حضرتك لما تكتب في كومنت أن وائل الإبراش دخل الجنة بصفتك مين تحكم عليه أنه دخل الجنة وسيادتك لما تكتب النوائل الإبراش دخل النار من شدة غيزك أو من ديئك من مواقفه أو من أي كلام هو كان بيقوله مختلف معك فيه فتحكم على أنه يدخل النار أنت ربنا علشان تقول فلان في الجنة أو فلان في النار هل تقدر تتحمل أن ربنا يعتبك العتاب الشديد دا أكنت بي عالمة أكنت على ما في يدي قادرة تتحمل أن ربنا يعتبك العتاب دا هترد علي وتقول يا عم الشيخ ما النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف على قبرين وقال إنه ما يعذبان وما يعذبان في كبير أقولك وهل أنت الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف الغيب بإذن الله عشان تقول إن أنت تعرف إن فلان في الجنة ولا فلان في النار هترد علي وتقول لي إحنا ما بنقولش إنه في الجنة ولا في النار إحنا بنشمت في فلان علشان خاطر كان ليه أراء تختلف معايا فهو مختلف معايا في الرأي بس أنا ما بقولش عليه لجنة ولا نار لكن أنا شمتان فيه وفرحان النمات زي بالمرض اللي مات فيه دا والكلام اللي إحنا بنسمعه دا كله هقولك الشماتة ممكن تجوز أحيانا لما كن بتشمت في أعداءك من الكفار ومن المنافقين معلوم النفاق قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين مدام عدوك مدام كافر مدام واحد لا يشهد بالله عز ويلي مؤمنا ولا يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة هتقول لي الفاجر ينفع أن نشمت فيه وينفع أن نفرح في موته عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث لما مرت عليه جنازة فقال الصحابة عندما أثنوا عليها بالخير أثنوا عليها خيرا فقال وجبت ولما مرت جنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فسألوا سيدنا عمر ما وجبت يا رسول الله فقال أما الأولى أسنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة وأما الثانية فأسنيتم عليها شرا فوجبت لها النار أنتم شهداء الله في الأرض حرد عليك وأقول لك ما النبي صلى الله عليه وسلم برضو هو اللي قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا النبي قال دا والنبي صلى الله عليه وسلم قال دا بس اللي أنا عايزة نبيهك لي موضوع الفجور وموضوع الظلم أمر نسبي حضرتك ربما تكون مؤيد لي فترى إنه من أهل الخير أو حضرتك معارض لي فترى إنه من أهل الفجور والمعصية فالأمر دا سيبوا ربنا هو اللي يحددوا في الآخر خاصة أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى حتقول لي ظلم وحتقول لي عمل وحتقول لي فترى حقول لك ربنا حيوقف الظالم والمظلوم يوم القيامة الاثنين يتحسبوا بالحسنات والسيئات لا بالسب ولا بالشتم ولا بالفضيحة ولا بالإزاء بالحسنات والسيئات فالمظلوم يأخذ من حسنات الظالم حتى إذا فنيت حسنات الظالم أخذ الله من سيئات المظلوم ووضعها في كفة سيئات الظالم وفي النهاية ربما المظلوم اللي حضرتك متعصب له دلوقتي يعف ويغفر وربنا يقول للتنين خذ بيدي أخيك ما قال لهوش خد بيد الظالم خذ بيدي أخيك ما قال لهوش خد بيد عدوك خذ بيدي أخيك وادخل الجنة يطرى ساعتها حيبقى أنت موقفك إيه وإنت بتتحاسب على كل كلمة كتبتها وكل لفظ نطأت من لسانك إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهداية وأن يغفر لجميع موت المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله